في الخامس من نوفمبر الجاري شن الجيش الوطني تصعيدا عسكريا واسعا ضد ميليشيا الحوثي في اكثر من جبهة التصعيد الذي اشتعل في جبهات الحديدة والصعدة والبيضاء شمل ايضا جبهة دمت بالضالع هذه المواجهة انجزت تقدما استراتيجيا للجيش تكلل بتحرير جبل ناصا الاستراتيجي وعدد من القرى وصولا الى اطراف مديرية دمت قبل هذا التحرير بترحيب واسع من الاهالي لكن الفرحة لم تدم اذ شنت ميليشيا الحوثي حملة قصف عشوائية على المدينة طالت مواطنين داخل منازلهم في قرية الحقب والقرى المجاورة لها عدد من المواطنين لقوا حتفهم بنيران ميليشيا الحوثي وعشرات الاسر اصبحت الان بلا مأوى نازحة في مناطق لا يمكن اعتبارها امنة وبحاجة ماسة للدعم وتوفير الاحتياجات الانسانية كل ذلك يحدث دون ان نرى تحركا ملموسا او حتى موقفا من جانب المنظمات الاممية والحقوقية يذهب الحوثيون الى اصال الوجع الى كل بيت وتجريع القهر كل يمني فالى اين تمضي عواقب الحرب وتكلفتها المستقبلية قبل يومين زار قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللوى فضل حسن منطقة الحقب التي تم تحريرها والتقى بقادة الالوية العسكرية التي تقود المعارك في المنطقة ولم نحصل على معلومات حول اذا ما قدم دعما عسكرية للجبهة او وعد بشيء من هذا القبيل لا تبدو جبهة موريس دمت مدعومة من الجيش والتحالف بشكل جيد الجيش الذي يظهر كجزر معزولة عن بعضها البعض بفعل سياسة السعودية والامارات كما تظهر الوقايع على الارض فابناء مناطق موريس ودمت يقفون اليوم على باب الخطر المحتمل خطر التراجع وعودة ميليش الحوثي الى المناطق التي حررت في حال لم يتوافر الدعم العسكري واللوجستي الكافي للتقدم او على الاقل المحافظة على التقدم الذي تحقق فقد سبق وانذاق ابناء دمت مرارة النكسة بعد التقدم اثناء المواجهات في اواخر عام 2015 المسئولية الاولى يتحملها الرئيس هادي ونائبه وقيادة الاركان الجديدة من اجل تعزيز جبهة موريس دمت وتحقيق تقدم نيق المواطنين خطر نيران الميليشيا بالاضافة الى مسئولية التحالف الذي يتعامل مع الجبهة اليمنية بحسب المزاج السياسي لا وفق الاهمية الاستراتيجية التي تفرضها مصلحة المعركة ككل ترجمة نانسي قنقر